الحياة جميلة بمعنى إن كان أو رسمت لك هدفا إياك ثم إياك أن يعرقلك عن مسير حياتك وجمال حياتك أي شيء في الوجود حتى لو الذنب تعلم لماذا؟ لأن الله فتح لك باب التوبة نبي عليه الصلاة والسلام لما قال الندم توبة الندم توبة أن الله يقبل توبة العب ما لم يغرر الروح هنا تأثير باب التوبة مفتوح والله عز وجل يقول استغفروني فهذا يعطيك دلالة على أن الله عز وجل شام في الحديد القدسي كما قال استغفروني أغفر لكم يعطيك دلالة على أن الله عز وجل لا يريد منك أن تعرقل الحياة تجلس منطويا على نفسك منغلقا على نفسك في زاوية مظلمة أنا أذنبت وقعت في الذن لا يريد الله هذا يريد الله وقعت في الذن نعم توب واستمر في حياتك استمر في عطائك كلنا يذنب يا عبادي قال الله في الحديد القدسي إنكم تذنبون بالليل والنهار إنكم تذنبون بالليل والنهار ما في مناص ما أذنبت بالليل تذنب بالنهار ما أذبت بالنهار تذنب بالليل بس فتستغفروني فأغفر لكم تهى الموضوع يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار كلنا يذنب ماذا نفعل يا رب استغفروني فيعطيك دلالة على أن الإنسان يدور حول هذا المحور الزمن يحكمك وتمشي في مسار الزمن ليلة أو نهارا تذنب لا محالة لكن لا يعني هذا أن أنغلق على نفسي وأنا أعزل عن الناس وأقول خلاص أنا مذنب أنا لست صالح أنت لم تقتل مئة نفس نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل قتل مئة نفس والله غفر له لأنه عزم التوبة فقط عزم التوبة حتى ملائكة الرحمة والعذاب اختصموا فيه قالت ملائكة الرحمة إنه أقبل إلى ربه خلاص مقبل لله وأقبل ترى ما سجد ما صلى ما صام ما زك ما شيء وقالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط وصدقت إلا أن الله نظر لما في قلبه فغير تضاريس الأرض من أجله وأدخله الجنة رجل يشك بقدرة الله يقول لأن قدر الله علي سيعذبني شك بقدرة الله ووصى أبنائه أن يحرق وينسف رماده في البحر فجمعه الله تعال كن فكان ما أحملك على صنع هذا شف الرب والله هو يعلم رب العباد يعلم لما فعل هذا لكنه يسأل رب العباد يعلم ويسأل نحن أحياناً الإشاعة الإشاعة إن وصلت لأذهاننا نأخذها خبر يقين الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى يعلم وما هذا سأل عبده قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي قال غفرت لك شك بقدرة الله فهذا يعطيك دلالة لا تعرقل الحياة لا تعرقلها وامشي في طريقك واعلم أن نوائب الذهر تدور يوم تذنب يوم تتوب يوم تتوب يوم تذنب يوم تفقر يوم تغني تغنى مثل ما قالنا الحياة متقلبة أيضاً أنت أحياناً إيمانك يزيد وينقص وينقص لكن لا يعني هذا أن تنزع عن نفسك جمال الحياة لا تنزع واستقن كما أمرت وليهذا كلما أذنأ اتبعها بحسنة اتق الله حيثما كنت قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تنحوها بس ياخي هذا الدين وأتبع السيئة ماذا يا رسول الله الحسنة تنحوها هذا دين شوف مسألة الدين ديننا بسيط أشد بساطة من شرب الماء في جماله وروعته في جماله وكل تعقيد تراه في الدين ليس من الدين لهذا وأتبع السيئة الحسنة تنحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا دينك أذنبت أحسن وخلق طيب مع الناس ترجمة نانسي قنقر